أنت بقى عايز أعرف في يومك بيبتدي الساعة كام إزاي؟ أيام الشغل خلاص عارفيني فيه أوردر بتصحي وبتروح الأوردر بتاعك وكده لا في الأيام العادية ليك سيستم ليك نظام؟ ولا ملكيش نظام؟ لا يعني ليه السيستم أنا بحب أصحى بدري في العموم يعني بغض النظر فيه شغل لا ما بنامشي بدري بس بأصحى بدري بنامي الساعة كام؟ يعني بالكتير واحدة مثلا واحدة؟ لسه بتلعب اليوم؟ إنه متأخر قوي صمع الصفح يعني الطبيعي مثلاً 12 واحدة وتصح الصمح بدري وبعدين؟ أصحى 8 مثلاً مثلاً وبعدين؟ وبعد كده ببتدي يومي لأن طبعاً وقت التصوير والشغل بيبقى عندك فيه حاجات كتير قوي بتكون وراك يعني أشوف الحاجات اللي ورايك تحضير الهدوم وتحضير الهدوم والحاجات دي كلها بس أحب ألعب رياضة مثلاً أكيد لها ساعة في اليوم وتفر إيه يعني بس لازم أعمل حاجة غير كده بص بتبقى بحاول أشوف صحابي اللي أنا ما شفتهمش مسؤال أولاً لو عليا التزامات في حاجات بتبقى كلها عارف حاجات بيتوتية كده بتخلص يعني يعني ما عنديش حاجات نالي يا بتحب البيت أصلاً يعني أنا بحب البيت أولاً بحب عدديني بحبش تخرج كتير؟ نعم ما بحبش أحب أخرج بس أشوف صحابي أو خارجة مع صحابي لكن مش بتاعت مناسبات قوي وأزومات قوي ليه يعني اللي؟ إيه؟ ما هو الناس بتبقى عايزة تشوف الكتاب معاك بروح بس يعني مع صحابي يعني لو مثلاً أربعة خمسة صحابي رحيم فقدري ما مع صحابك أكتر؟ بحبش الأماكن الدوشة يعني بس مش أكتر تروحي سينيما؟ بحب أروح سينيما جيت عمرك كسرت الروتين وعملت حاجة مجنونة جداً رجعت ندمتي عليها؟ لا، مشيش حاجة كده حصلت لا، ما عاربش أنت مع الروتين ولا مع فكرة الأصل؟ أنا بقى أنا ليس أعرف بقى منك أنت مع الروتين ونمشي كده في حتة إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه؟ ولا نعمل حاجات برا الصندوق ونغير بعد الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه ده كله أصلاً لا أصلي أنا مستشفة شخصية من اللي ما روتين؟ سيستن بقى اللي هو الصبح القهوة وبعدين بعد كده حكتك وبعدين أخش للمطبق نعمل أكل وبعدين مش عالف إيه؟ وبعدين أنا أكلم ماما في التليفون لا، أنا لا عنديش روتين بصراحة لأن أنا كل يوم، أنا مش عارفة اليوم بيبقى ماشي إزاي ما معرفش أنت بتاعت يومه؟ أنا بتاعت يومه وإنجي؟ لا لا، ما عنديش روتين خالص لا، ما فيش روتينة كل يوم في حاجة جديدة بتحصل فيه كل يوم ولو فيه حاجات مواعيد معينة مثلا تبقى لكن كاروشي ما فيش ما فيش الشغلانتنا بالضبط؟ الشغلانة دي هي اللي بتخلي الواحد معندوش نظام أصلا بس أنا مش عشان الشغلانة أنا بطابعي ما بحبش أعمل حاجات متكررة بتزهق؟ بزهق أنا شخص زهوق جدا أنا ما ينفعش أعمل يعني تلاقي مثلا لما باجي سافر باخذ معايا حاجات كتير كتاب أقرأ، كروشي، خياطة، تطريز، أعمل رسم، كواكع عشان برسم ساعتها الكواكع أو حاجات كده بص بأخذ معايا شنطة فيها كل حاجة عشان لمزها بس لازم تبقى موودة معايا احتياطي ربما زهق حلو كلام ده برافو عليكي والله العظيم